اخوتي اخواتي العزاز السلام عليكم تمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي رفضلوا التسير والرزاق الكثير القياسة اليوم هذه الدينامدين الطانجة بتاريخ 24 شهر 5 من عام 2011 في هذا النهر هذا مع اسطنس يصبح عمار نظافة كانوا يدوروا باش يجمعوا الزبل اللي في الاحياء عزكم الله بقوا يدوروا حتى وصلوا الوحد الحي في نعيه بطو باش يجمعوا ذلك النافات في هذا الوقيت الذي كانوا يهزوا صندوق بصندوق ويضعوه اخوه في الكمية حتى الوحد اللحظة في انهزوا واحد الصندوق ثم في غدا تبالهم دخل فيه واحد الخنشة كبيرة هذه الخنشة دخلت لهم الشكل لماذا؟ حيث كانت تعطينا واحد الريحة كريهة وكريهة بثاف لك العامل دي النظافة اجاهنا في الظهور بكشي لاش يمشى احل ديك الخنشة حلها باش يشوف شن السبب ديك الريحة ولكن من اللحظة اجاه فيها الكثير من البلاستيكات سوف يفتح البلاستيكات الأولى سوف يتفاجأ بيد البنادم هنا السيد الذي يشوف في هذا المنظر هذا يجب أن يغوط ويحيح يجب أن يغوط وحماها حتى تجمعوا له ساحبه ما هو واقع ما هو واقع؟ قلت لهم اجاه بنادم ونقطع عينه وليحينه وسط هذه الخنشة هذه الخنشة مباشرة تصلوا بالمسؤولين دياله السؤولين ديال الشركة اللي يخدموا فيها بدورهم أعيطوا البوليس أعيطوا البوليس وعلموهم باش يمشوا ويشوفوا هذه الكارثة اللي واقع البوليس سسمعوا بأن لقاوا جدها مقطع في البلاست تفاعلوا مع البلاغ ومشوا مباشرة على أي مكان ومشت معهم حتى الشرطة العلمية والشرطة التقنية فعلا مليك يوصلوا كيلقاوا جدها ديالبنادم وكلها مقطع فضل هذه البوليس بدأوا كيسولوا في عمه النظافة لماذا؟ لأنهم اللي بلغوه ومن اللي لقاوا الجد لقاواها وبلغوا عليها الشركة دياله توقيت حواليهم مجموعة من الأسئلة منها كيف اكتشفت الجد فكاش الوقيته بالضبط اللي لقيتوها فيه وماذا في ذلك الوقيته اللي لقيتوها وماذا بلكم شي واحد وقفت هذه البلاثة شي واحد اللي يتربى شي واحد اللي ترشبها والشكوك الخرين قالوا بأننا كنا كنا ندروا خدمتنا بحل هذا ولكن من اللي وصلنا لهذا الحي وصلنا له تقريبا مع 6 و 6 صباح قالوا بقيت هنا وصاحبي كان هزوا وطاروا وطاروا وكلوا في الكامي وبحل هذا ولكن في اللحظة اللي هزينا وطاروا الاخر سابنت لنا واحد الخنشة كبيرة تحت منه ومع خرجها منها واحد الريحة جاني الفوضول لكي نفتحها على جهة كانت ريحتها لا تطاق ولكن غي فتحتها لقيت منها وصلت منها الكثير من الميكات وغي نفتح الميكة اللي أولا تفاجأت قدامي بيد آدمية بيد البشر الخدمة اللي معاه قالوا البوليس من اللي وصلنا لهذا الحي أما بلنا حتاشي واحد كي يضروف هذه الزنقة هذه تا واحد ما كي يضروف هذه البلاسة ولا ترشكوك دينا البوليس من اللي اخذوا الأقوال دي لهذا الخدمة دي لهذا العمى دي النظافة مراها بدو كي يبحثوا في ديك الحومة كاملة ولكن ملقوا حتاشي حاجة لتفيدهم في هذه القضية هذه يعني الجاني ولا الجونات اللي ارتكبوا هذه الجريمة هذه ما خلوهم مراهم حتاشي أطار ولا حتاشي دليل ما خلوهم تحاجة مراهم لتوصل لهم البوليس الشرطة العلمية وخادرت تمشيت لذلك المنطقة كاملة وخجمعوا قاعدة الأدلة ورفعوا الباصمات ولكن الأمور كانت مواضحة لهم نهاية مشت الجدة المستودة لأموات أعلى لكي تتعرض على الطبيب الشرعي في نفس الوقت أبقى يتسنى التقرير المبدئي والأولي أنه يخرج أعلى لكي يبنيو عليه البحث لهم وربما أعطيهم شراس الخيط الذي يبدو منه فعلا من الذي خرج التقرير أشكي ولكن يقول بي هذه الجدة ترجع البنت البنت العمر دياله يتراوح ما بين 27 حتى 30 ترجع البنت العمر دياله يتراوح ما بين 24 ساعة ولكن الصادم في هذا الشيادة كامل هو أن التقرير كان مذكور فيه بالضحية كانت حاملة وكانت وصلت ما بين شهرين ونص حتى الشهور الحاملة وبالسبب الرئيسي للوفاة هو التبع هنا البوليس عرفوا فقط أن المعلومة اللي عندهم دابا وأن الضحية كانت تبنت كان قدامهم مشكلة آخر هو كيفاش غاد يتعرفوا عن الهوية دياله كيفاش يعرفوا في نية عائلتها وفي العنوان اللي كتتكون فيه حيث البوليس خرفوا البصمة ديال الضحية وخاصفتوها لمصلحات جدادية البطائق الوطنية ما أعطيتهم حتى شي نتيجة داروا بزاف ديال المحاولات باش يخذوا البصمة ديال أصابع ديالها ولكن بدون نتيجة البصمة ديالها مكانوش واضحة حيث قاعدة كوبلايس ديال الضحية كانوا متضرين بشكل كبير كانوا كام من المشرطين ومجروحين لك الشيلي بقات الهوية ديال هذه البنت هوية مجهولة لحد الآن حتى هذه الساعة هنا البوليس لقوا قدامهم بزاف ديال الأسئلة اللي خاص يلقوا الجواب عليها بحالة ماذا؟ ماذا؟ ماذا تسكن في هذه المدينة؟ أولا تسكن في مدينة أخرى؟ ماذا تسكن الشخص بلاغ اختفاء على بنتهم وتكون نفس الأمور ونفس المواصفات البوليس مسؤول السيجل لا تبدأوا يقلبوا فيهم ولكن ماذا تقلبوا لم يجدوا حتى بلاغ بالنفس المواصفات ديال الضحية ولكن ماذا يفعلون ذلك؟ من الذين رأيهم وصلوا إلى حتى معلومة جديدة مبلهم شرس الخيط قرروا أنهم يرجعوا اللحومة التي تلقى فيها الجدة بمساعدة الأعوان السلطة خرجوا يقلبوا ويسؤولوا على القارديانات بمساعدة الأعوان السلطة ويسؤولوا إلى الناس الذين كانوا في ديورهم الذين كانوا في ديورهم جاءوا إلى البلاسة التي تلقيت فيها الجدة خصوصا الاشتراجم ديالهم يطلوا على نفس الزنق ربما شيء واحد منهم بالصدفة طالما نشترجم وبنت له شيء ربما يكون في ذلك الليلة بنت له شيء واحد غبط معه شيء خنشان ربما شاهد شيء ما ترتله انتباه ولا ترتله الشكل ولكن لم يكن لديها حتى شيء نتيجة لم يكن لديه شيء واحد في ذلك الليلة بنت له شيء حاجة التي ترشك وكثير الفوضول لديه احتران الصور الضحية قدوا هم البوليس معهم قدوا هم قدوا يسولون الناس لكي يعرفوا ما هي الضحية من نفس ذلك الحومة التي تلقيت فيها ولا لا طبيعة الحق هذا الشيء في جداره قد تجمع الأشلاء الجدة يجمعوا الأشلاء وقدوا الراس مع الأشلاء ويخيطهم لكي يحلل جدة كاملة ولكن الناس من المنطقة كلهم أكدوا لهم بأن هذا الذي يجعلهم في التصور رماشي من نفس الحومة يعني الضحية مئة في المئة تسكن في بلاس أخر الشخص الذي قتلها غالبا جابها من جهة أخرى ولاحى في هذه الحومة لكي يتموية المهم بقوا البوليس مستمرين في البحث في هذه القضية بقوا هكاك واحد النهار في هذا النهار سوف يدخل كوميسارية وتسيد هو ومراته لماذا؟ لكي يبلغوا على الاختفاء بنتهم دخلوا عن الضابط وعلموا ببنتهم هذا بكثير من 8 يام لكي لا يبقى بل الآثار قالوا له نحن نسكنوا غير في النواحي وبنتنا كانت تخدم في واحد المعمل في المدينة في الأول كانت ديما ملفقة تصل بينها وكتشول فينا تعيطنا تضار معنا وفي السبت والحد يعني كانت تجي عندنا تدوزوا معنا ولكن دابة رأى 8 يام لكي نعيطوا لها كانت تصلوا بها كانت تجدوا تيفونها طافي هنا الضابط سوف يرجع ويأكد له قال له شوف الشريف حاولت بتراسك وقال لنا بالطبط ما هي المدة التي اختفت فيها بنتك هذا الضابط كان يريد أن تأكد من هذا الأب هذا خصوصا من الذي قال له بأن البنت قريبا رأى 8 يام المدة قريبا المدة التي تجدت فيها الضحية الضحية التي تجدوها كانت 8 يام لكي تجد هذا الأب من بعد ما أعطى المواصفة بنته الضابط من بعد ما قال له بنتي رفع عمرها 28 عام الضابط غيشة في تصويرها لكي لاحظ بأن كان شبه كبير ما بينها وبين الضحية تصويرها 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 من المواصفة التي أعطاهم هذا الأب كانت تشبه كثيرا المواصفات من البنت التي تجدوها مقطعها هنا البوليس تصويرها 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 من هذا الأب ومن هذا الأم لكي يمشيوا معهم لمستودع الأمواع لماذا؟ لديهم لكي يشوفوا الضحية ويأكلوا ما هي وليلا في طبيعة الحال هذا الشيء من بعد أن يغطوا أطرافها يجعلها غير الرأس الذي يكون وفعلا كان الأب مسكين غير شاف في وجهة لبنته مباشرة أتعرف عليها غير شافها تصويرها خيبة وخيبة في البلاثة تصويرها تصويرها السيد لم يكن يتحمل المنظر الذي يرى فيها بنته وهذه الشيء لم يرى تقطعها غير رأسها هنا البوليس أخيرا أعرفوا ما هي هذه البنت التي تقتلت بهذه الطريقة الوحشية وماذا أعرفين عائلتها وماذا هناك المهم الضحية كان اسمتها سلوة في عمرها تبني عشر نعم ما يدلوا البوليس في هذه اللحظة أرجعوا يبحثوا مع العائلة قالوا لهم حاولوا تهدنوا يقينكم في الله وعودوا لنا حين نوقع البنتكم بالضبط والدي أرجعوا أكلوا البوليس وقالوا لهم ببنتنا ملفك كل يومين تهدر معنا في التليفون ولكن في هذه المرة الأخرى لم تبقى تعيطنا ولا تسؤول فينا وفشكنا نحاول ونحاول نعيطها تجدوا التليفون وهذا الشراء هو الذي دعنا نشوف ما عليها ونأتي من الضوار ونقلبوا عليها كان خاصنا نشوف ما نواقع عليها ولكن من المشينا عند هذه البيت التي كانت كارية أعين نضقوا عليها ومن المشينا لم يجاوبنا وحتى فسوا المشينا وقالوا ما لم يشاهدونها ما هي سيمانة أو أكثر والناس كانوا يسحبون لهم بأن البنت تطلع على والدها وانت عندهم الطوار واخ ما هي هذه البنت؟ كانت مزوجة كانت مخطوبة كانت مخطوبة كانت لها مطلقة والدها قالوا للبوليس بأن ابنتهم لم أعمرها تزوجات ولا تخطبات قالوا لهم ما هي عمرها عودت لكم التي لديها علاقة مع شيء واحد شيء واحد شيء واحد يتربس بها ولا يتبحها ولا يهددها مرة أخرى الأب والأم كانوا فيه هذا الشيء كامل قالوا لهم بأن بنتهم لم يكنت تعرف حتى شيء واحد البنت كانت متربية ومتخلقة وداخلها ومتخلها البوليس بعد أن أخذوا أيد من النيابة العامة طلبوا من عائدها لكي أعطيهم لذلك البيت الذي كانت تكون فيه بنتهم خاصهم يمشيوا يقلبوا يفتشوا ويشوفوا ربما يلقوا شيء في هذا البحث وهذا الشيء الذي كانت يمشيوا معهم البوليس وفرعوا الباب بأيد من النيابة العامة ودخلوا التمنع وبدأوا يقلبوا في هذا البيت أفلاوهم جيدا لم يقلبوا أي شيء أي شيء لم يقلبوا فيها ولكن للأسف يجبوا أي شيء لتفيدهم ولتعاونهم في حل لغزة القادية فضل هذا الضابط استنتج بأن البيت لم يكن مصرح الجريمة كما قلت لكم لم يقلبوا أي شيء أعطار ديال الدم ولا شيء سلاح الجريمة يكون تنسى والدليل الذي يبين في وقعة المواصيب الكهلم لذلك الساعة البوليس ماذا سيقوموا خرجوا وبدأوا يسؤولوا الجيران تماما قالوا لهم ماذا هذه البنت ماذا كان عندها علاقة مع شواهات ماذا كانت كتبال لكم تدخل معها شواهات البيت قالوا لي ما كانوا مع صحابتها يعني البنات المهم يطرحوا لهم بزعب ديال الأسئلة ولكن الجيران كاملين أكدوا لهم اللي معمرهم شافوا سلوى أم دخل معها شي بنت ولا شي يدري للبيت البوليس من اللي بحثوا مزيان في الموحيط العائلي ديالها ديالها من اللي قلبوا وبحثوا حتى مع الجيران شافوا راسهم باقا في بلاسهم ما وصلوا لهم لأي شي معلومة لتفيدهم ذلك شي لاش قرروا أنهم يمشوا ويبحثوا في الموحيط ديال الخدمة ديالها ديالها يعني بلاسة يسؤلوا عليها في ذلك المعمل يسؤلوا الناس اللي كتخدم معهم الباطرونات ديالها ربما شي حدي يفيدهم ربما شي حدي يعطيهم شي معلومة جديدة بحثوا مع الشاف ديالها بحثوا مع صحابتها اللي في الخدمة ولكن كلهم أكدوا بلاسة الوا كانت بنت عادية بنت دخلتها سوق راسها ديال محانية الرأس وما كانش كدير صدع كانت كدير صدع لا مشاكل اللي قالها لها الشاف كديرها واحدة من اللي بنت اللي خدامين معها غدا تقول البوليس باللي سلوى كانت عندها واحد صاحبتها الروح بالروح هاد البنت كانت ديال ما تكون معها يعني الأكيد غدا تكون عارفة شي حاجة عليها وهي اللي غدا تفيد فات القادية شنو اسميه تها قد يوم اسميتها فاطيما واش كتخدمهن لا كتخدمهن في معمال آخر وعطاتهم حتى العنوان ديال معمال ديالها هنا البوليس مباشرة توجه لهاد الوزين هادا امشوا وكيقلبوا لهاد فاطيما فيني يا فاطيما هاي هنا خرجت عندهم فاطيما السلام عليكم السلام أمعك للا البوليس قلت ليهم يا كلاباس شنو واقع؟ قلوا لها غدا تفضلي معانا ودابا أعلاش؟ بغين نسولوك شي اسئيل كتهمك ودك شي اللي كان ما زيدوش يعطوها تفاصيل أخرى ممشات معهم هاد البنت فشو وصلوا لكوميساريا؟ البوليس قلوا لها وش في راسك؟ قلت لي صاحبتك سلوها لقينها مقتولة ومقطعة البنت غي سمعت هاد الهضرة طاحت في البلاسة صخفانة من اللي رشو عليها شوية دلماء من اللي وعات برأسها ابقات كتبكي وكتنوح على صاحبتها بوحد طريقة هستيرية كتبكي وكتعدد بحكم سلوها كان صاحبتها الروح بالروح وازيزة لها قلت ليهم مؤخرا قلت كمشي عندها الدار ولم تلقاه المهم البوليس قلوا لها ضروري خاصة تتعاوني معنا وأي حاجة تعرفها على صاحبتك سواء صغيرة أو كبيرة خاصة تقوليها لنا أي حاجة كانت تعاودها لك خاصة تعلمينها بها لكي نقدرون وصلوا لهذه الخيانات التي دارتها في صاحبتك هذه الفطيحة حتى البنت لا تردتش كانت متعاونة لدرجة كبيرة قلت لهم أنا قلت نعود لكم وهذه نقول لكم ذلك الشيء كامل اللي كان عرف بلا ما نخبيح تشيح فقط ما تقول البوليس بللي سلوها كانت كتعرفوها حالطبيب قلت ليهم ألي حسب ما عودت لي هالطبيب كان مواعدها بالزواج البوليس غسم مواعد الهضراء مباشرة سولها فين كان هالطبيب قلت ليهم الطبيب العيادة دياله رهها قريبة من الحومة اللي كانت تسكن فيها سلوها في الله معنا فعلا مشتبعهم وداتهم العيادة دياله ولكن اللي كان غريب في الامر وانهم فاشوصوا لذيك العيادة لذيك البلاسة وجدوا اصلا هذه العيادة مسدودة قلت لهم تقريبا تماما قدام بب ديالها شي جو سوائي يقولوا على الله ايبان هالطبيب هذا ايبان تبع المساعدة دياله ولكن الحس دياله مكينش هنا الضابط ليس لدي القارديان لدي القموبيلات اللي يسمعها الباركينج السلام عليكم مع كل بوليس مرحبا أريد أن نسؤولك على الطبيب هذا اللي عنده هذه العيادة هنا الطبيب اللي عنده العيادة في العمارة اللي قدامك وش ما بلكش هذا النهار هذا ولا البارح كلهم الصراحة هالطبيب رأي كثير من خمسية ما بقيت شفته هنا الطبيب مولف يأتي يضع المبيلات هنا ولكن دبار هذه خمسية لا يوجد لها الأهضر السيد لا يوجد شيء والصراحة ما هو واقع عليه حيث هذه أول مرة يغبر ولا يوجد شيء ومدة طويلة السيدرة تقريبا سيمانة لا يوجد فالبوليس أدخلهم الشك في الطبيب ربما يكونوا وليقت الضاحية وقطح طروفة ومراها غبر لا يوجد خدمة هذه الضاحية قريبا كثير من 8 يام وهي مقتولة هذا الشيء الذي خلال البوليس يبدو أن يبحثوا أمان وغراه ويشمش متنم عارفوه في كيسكم من اللي عارفوه في كيسكم أمشوا مباشرة للطار وغير وصلوا خرجت عندهم مرته لا لا وشعد لواحد رجل كان في الطار أمراته في هذه اللحظة استغربت قلت لهم ما كنتم بعد ذلك لابسا سيفيل قالوا لها معك البوليس قلت لهم يا كلابس فش بغيت وراجلي هنا يقولوا لها بللي بغينا نسؤولوا أي سئلة التي تهموا وهذه الهضراء يقولوا ديما نسؤولوا ومشيوا بحالتنا إذا كان في الطار الله يجزيك بالخير قلوا يتكلم لنا لكن هذه السيدة ستقول لهم بللي راجلها كثير من 6 سنة لكي لا أرجع للطار قلت لهم ستصل بها شيخ مستوى وعيدت لهم معه 9 دونس قال لي بللي راجعته شيخ الدماء لغفلة وخصوه ضروري يسافر خارج المدينة البوليس قالوا لها واخ خارج المدينة هنا مدينة بجالية السيدة جاءت لهم صراحة لا يعلمني بالمدينة قالوا لها وخلال قالوا لنا هذا لماذا خمسة يام كاملة لم تتصل معه 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 ولكن كل مرة كان لديه طافي البوليس ستسمعه للعضرة سيزيد ويتأكدوا بأن هذا الطبيب 100% هو مول الفعلة الطبيب هو المشتبه الرئيسي في هذه الجارمة 100% ولا يكون صفاها بسلوة ومن يرتكب جريمة البشعة أهرب بقى البوليس لمدة أيام وهم يقلبوا على هذه الدخينة ولكن أعطار لم تتصل نهائيا لم تتصل وخدروا حراسة مشددة على الموحد داره السيدة لم تتصل ماذا يقوموا صدروا مذكرة بحثة على الصعيد الوطني أو رشاش داروا مذكرة بحثة لتتعتقل في أقرب وقت من الممكن تازلت 15 يوم وما زال لم يكن أيضا خبار على هذا الطبيب أبقى الأمور كحتر واحد النار وما ستصل للبوليس بإخبارها لأن هذا الطبيب سيكون في داره هنا مباشرة سيذهب إلى الدار وسيأتقل ويأتقل 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 معكم سريع ويأتقل أول سؤال ما علاقتك بسلوى الطبيب جاءوا بهم وقال لهم إنها سلوى ما سلوى ما سلوى أنا لم أكن أعرف ماذا يحتوي بهذا السماء الذي ينزل لنا باطل وخاسدي هنا البوليس مباشرة أدوها معهم ومشوا للعيادة لكي يرى وجدك العيادة كانت هي مصرح الجريمة ولا لا فعلا غير دخله أبدوا يبحثوا فيها ويقلبوا لم يقلبوا من الممكن يقلبهم جيدا لكي يجدون قطائرات ويجدون بلايس من العيادة هذه القطائرات يجبون لهم مباشرة يطلقوا السرطة العلمية والتقنية لكي يأتيوا ويرفعوا العينات ويطابقوهم مع العينات التي يتخذون من الضحية ما الذي خرجت الناتائج؟ هنا يتأكدوا البوليس بالطبيب والفعلاء وصحة بدعوتهم عارفوا ما هو المجرم المدة طويلة وهما تقلبوا بالطبيب الذي واجهه بالأدلة العلمية يعني الذي يجدونه في العيادة أبقى يدور في عينه قالوا هذا أجينا من الأخر قلنا لماذا قتلت سلواء بدك الطريقة أطبيب أبقى قدامه حتى شيء من غير يعود لهم كل شيء قال لي سلواء واحد نار جاءت عندهم العيادة جاءت بحالها بحال أي مريضة قال لي لدي ولكن من التي رأيتها عجبتني كذلك لماذا؟ طلبت منها نمرة تليفون طبيب وخام وحلف عيني خضرة طلبت نمرة تليفون حتى يبقى يتواصل معها أعطيتهم نمرة تليفون الطبيب ربما يأتي في الشبكة يبقى يحضروا مع بعضهم مدة طويلة مع الوقت طورت العلاقة طورت بيناتهم علاقة غير شرعية طبيب ما يفعله؟ من يسل الخدمة يأتي عنده سلواء في 4 ساعة يصدر العيادة منمور آخر ويصدر المساعدة ويبقى وقالس هو وياها حتى الوقت المتأخر من الليل لأن العيادة بحاجة برطمو فيها كل شيء قال له ما أحد نهار سيأتي عنده هذه البنت وهذا تقول له أنا حاملة قلت له ضروري أنك تدير معي شيء ضروري أنك تزوج بيها ولكن هذا الشيء ما سيأتي نهائيا قال له أنا وياك كنا متفقنا لأنك قلت له وقيته وصافي وهذا الحمل يجبك ضروري أنت تحملي مسؤوليسك أنا لم أخبرك ما أخبرك ما أخبرك فكرة تزوج حياتها من بارك ما أمرك تحلمي بها أنا مزوج أصلا وعندي أولادة أنا وياك النشطة ومهلا فيك ما أخبرك سألواء رفضت هذا الشيء كامل قلت له لم أدرت معي شيء حل أنا لم أتزوج سنشوك نضرب لك اضطر بعد العيادة سنشوك حتى مع مرتك سيطلب لك سيطلب لك السيد ستسمح هذا الشيط ستحول ستحول أن يرتب مع الجو لا 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 لم أدرت هذا الشيء كامل أنا سأرى كيف أجعل حل مع مراتي نطلبها التعدد تعجبها ما أجعلها ونزوجك سيصبر عليها وسأعلمك السيد لم يكن يفكر حل يجعلها مع مرته كان يفكر كيف يتخلص من سلوة لحل الوحيد الذي يبقى له هو يقتلها النهار الذي وقعت فيه الجريمة سأتصل بالضاحية سلوة قال لي أجي عندي العيادة أجي عندي معد ثمانية ونصف من الليل أجي عندي أجي عندي ونصف لأجي عندي ونصف ونصف ونزوج الضحية سمعت هذه الأدرة تعدد ونصف ونصف من الليل وصلت ونصف ونصف أجيب أجيب لها أجيب أجيب فإنه يبدأ ينفد الجريمة لبشعة وكان يضح من الوارد إلى الوارد من الليل التي تأكد منها ماتت قطع في الجد طريفات ونصف وضعهم الملطقة ونصف وضعهم من قطره وأجيب ونصف الحي الذي كان بعيداً لأجيب نحطهم ونصف ونصف كانت هذه هي الاعترافات الكاملة دياله. هذه هي اعترافاته في الجريمة. من اللي يسمعوا منه؟ حولوا الملف دياله للمحكامة. وهو سيحكم عليه مباشرة القادمة بعد بضع جلسات بالمؤبل. شوفوا البنات كيف يديروا التقيق. السيد شفته طبيب. مقلبت عليه. واش مجوج واش عنده الولاد. صافي. بنت لها هذا هو اللي سيحلها جميع المشاكل دياله. سيحلها بسمه. المهم الله يكتب علينا ما كاتب الخير. الله يخرجنا مضار لعب لعب. والله يرزقنا حسن الخاتمة. يجعل اخرنا حسن من اولنا. ويجعلنا خفاف ضراف على قلوبكم. اخوتي اخواتي. تشوفوا الدرش على الله في نفس الموعد. طلع. المهمة